ودلوقتي جامعنا مع أهم الأحداث والأخبار اللي حتحصل النهاردة تعالوا مع بعض انتباحها في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هيتم غلق باب حجز قطع الأراضي ببرنامج مسكن بعد إتاحتها على موقع هيئة المجتمعات العمرانية لمدة شهرين وعدد الحجوزات المبدئية للأراضي بالطرح الأول وصل لحد دلوقتي أكتر من 6600 حجز مبدئي النهاردة هيحضر مارسيل كولر المدير الفني الفريق الكرة بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي الساعة واحدة لربع بتوقيت القاهرة وهيتحدث المدير الفني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المتابعة للبطولة عن مباراة الأهلي أمام ريال مدريد الأسباني واللي هتتلعب بكرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالنسبة لمدشات الدولي المصري في النهاردة 3 مباريات مهمة في الجولة السبعة عشر هيلتقي سموحة مع الندي المصري الساعة 3 لربع وطلاقع الجيش مع بيرامدس الساعة 5 وماتش فيوتشر مع البنك الأهلي هيكون الساعة 7 بالليل